ازاي اتجنب حدوث سرطان في الكيلة واعراضه؟ الكلة مفيش فيها اي اسلوب لتجنب السرطانات اعراض سرطان الكلة في الغالب في الايام دي بنكتشفه بالصدفة ملوش اعراض وفي بعض الحالات بيبقى برضو دم في البول ولما نبحث عن مصدر الدم نلاقي انه ورهم في الكلة دخل لغاية ما دخل على احواض الكلة فبدأ ينزف بس في الموحلة دي بيبقى في الغالب حجم السرطان كبير يعني اذا الفشل الكلوي ليس معناه سرطان في الكيلة؟ لا الفشل الكلوي غير مصرطن يعني ماهيش حاجة مصرطنة فالفشل الكلوي في حد ذاته مايسببش الفشل الكلوي ممكن يكون من تلوث مياه ممكن يكون من التهاب مناعي في الجسم بيأثر على الكيلة في حد بقيت السؤال في هذا الالطار بيقولينا عملت عملية زرع الكلة ومر عليها عشر سنوات هل صحيح ان فعلا الكلة عمرها الافتراضي عشر سنوات؟ لا وتلفظ؟ لا 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 اطلاقا اطلاقا وفي الغالب اذا كان التكافؤ بين اللي بيعطي الكلية والمستقبل قريب كل ما بيكون في بداية الموضوع ده اقرب كل ما بيبقى فرصة بقاءها فترة طويلة اعلى امتى تحول المرض من حميد الى خبيس؟ وايه الاعراض اللي تؤدي لمؤشرات ان الورم تحول من حميد الى خبيس؟ يعني تحول مرض من حميد الى خبيس موضوع نادر في مجال المسالكي المولي يعني ما فيش تضخم البسطات الحميد ممكن يبقاش فيه تضخم خلص ويحصل مرض خبيس ويحصل ما فيش فيها تضخم اصلا فمهوش مؤشر ان اي واحد عنده مثلا تضخم في البسطاتة انها تبقى خبيسة ما لهاش قاعدة ولازم كل واحد عنده سنه فوق الـ 45 يجده تضخم في بسطاتة؟ والله هو فيه تضخم نسبي يعني دي حاجة بتمشي مع السن ومع الهومونات اللي في الجسم فكل واحد بعد فترة معينة من العمر ممكن يبدأ ان يحدث عنده تضخم نسبي في البسطاتة اشتركوا في القناة